موسيقى بالكورة متاعي ديناميك دي جروب تقول هو العمل مع المجموعات العمل على مجموعة على فكرة المجموعة اللي هو ركزة أساسية في المسرح المسرح عمل جماعي بتبعته ما نجمشي كون كان عمل جماعي موسيقى لأنك ساعة يبدأ الغمل إنه كل بشر يفهم روحه في وسط المجموع ومن بعد تفهم لاخر وتسمعه وتتعلم مش معناه تسمع اللي مقابلك وتخزرله مش معناه تفهم بدنه مش معناه تتعامل مع الجسد والذكرة والروح والأحاسيس انت على اخر الكور مقسم للمحاور صغار زيدا المحور اللي أنا ديما نبدأ بيه ونحبه برشا اللي هو الألعاب نحن يعب فكرة التمثيل والممثل ساعة إجا نبدأ يوم السفرد إجا نبدأ نلعب وغميد أنت غامض وين نجري ونتخبأ وشد أصحابك رد بالك على الريتم رد بالك على الاسباس رد بالك فيلتران مع صاحبك هذك الكل ويبدأ يدخل انجليس لأنه ما يفيقش من كلنا نلعبه تولي حاجة أعمق شوية وأجد ونزول المسرح أكثر المحور اللي يجي دوننا نتام ويقول لي فاليوم تام تاعنا الحب ونتوما 14 عبدا هذا المحور اللي يجي بحط موسيكا مثلا ونسايد باللعب التخت نفهم ونقارن أكثر بين مرحلة اللعب اللي هي هاي نلعب وغميدا وحصي لها ويتسايب هو يعمل الجو وبين مرحلة المحور اللي يجي بحط الارتجاي شنو يسي ديكو هوني ونبغل دا أكس بخدمتي اللي هو الجو داكتور سيريدرال الجو داكتور أورغانيك البرتية الثالثة هي إنهم يتعلموا ويبنيوا حكاية مبعاد يخلطوا الـ 14 عبدا يقعدوا مبعادهم ويحكيوا ويخرجوا حكاية ويتفاهموا على حاجة يتفاهم مش معناها رأي مش أهم رأي في الدنيا مش اللي اخر ديما غالط ومش المشكلة ديما في الاخر فما انتي ذا كيفش نبنيوا حكاية مبعاد نزدددددددددددددددد Josh